السلام عليكم في الفيديوهين اللي قبل ده شفنا مع بعض مقدمة كويسة جدا عن ال Power BI Desktop وشفنا ازاي ممكن نعمل تقرير تفاعلي باستخدام ال Power BI النهاردة هنتكلم على حاجة تانية هل ممكن ال Power BI يعمل لي ريبورت متكامل بشكل كامل باستخدام الزكاء الاصطناعي الاجابة انه اه ممكن ولكن لازم ده يتم على ال Power BI Services او على ال Power BI Online عشان كده النهاردة هنتكلم على ال Power BI Online وهنشوف مع بعض ازاي ممكن ناخد ديتا جاء من اكسل ونحطها على ال Power BI Pro او ال Power BI Online ويعمل لي تقرير تفاعلي من الالف للياء بس بمجرد ان انا اقول له انا محتاج ايه بالزبط طبعا لازم تبقى عارف ان ال Power BI Pro او ال Power BI Services لازم ليه اشتراك شهري اشتراك ده بحواري 10 دولار في الشهر ولكن انت ممكن تعمل ترايل فيرجن حوالي 60 يوم والحاجة الوحيدة انت محتاجها ان يكون عندك اكاونت او الايميل اكاونت بتاعك يكون بيزنس ايميل اكاونت ماينفعش يكون الجيميل او الهوت ميل البرسنل بتاعك لازم يكون الاكاونت بتاع البيزنس او بتاع الشركة تعال مع بعض ونشوف ازاي ممكن ال Power BI يعمل لك تقرير بالكامل على الديتا انت تدهاله من غير ما انت تعمل اي حاجة خالص عندي اكسيل ووركبوك موجود في بيانات المبيعات لسنة 2020 الديتا جاية في سبع كولومز الديت والكاتيجري والبرودكت والسجمنت والريجن وعندي كمان الكوانتتي والنت سيلز الديتا دي حوالي تهو 50 الف لاين وانا اراد حولتها الى تابل فورمات وده شرط اساسي لازم الديتا بتاعتي تكون محوضة في تابل فورمات ولو روحت على تابل ديزاين هتلاقي اسم التابل ديتا هنتأكد ان الفايل ده معمول له سيف ومقفول عشان بعد كده نروح على ال Power BI Services او ال Power BI Online عشان نشوف ازاي باستخدام الزكاء الاصطناعي ال Power BI Pro او ال Power BI Online هيعمل الاناليسيز للديتا دي من البروزر بتاع حضرتك ممكن تدخل عطول على ال Power BI Online او ال Power BI Services عشان تعمل كده ممكن تروح على المكان بتاع السيرش وتبدأ تكتب Power BI Services هجيلك اول حاجة في السيرش Power BI Sign In طبعا محتاج يكون عندك اكاونت على ال Power BI Services او ال Power BI Pro طبعا الاشتراك ده بحوالي 10 دولار في الشهر لكن لو انت ما عندكش اشتراك ممكن تستخدم الترايل فيرجن بتديك 60 يوم استخدام مجاني وبعد كده محتاج تدفع الاشتراك الحاجة الوحيدة تتأكد منها انك الاشتراك ده او حتى الترايل فيرجن تكون باستخدام بزنس ايميل اكاونت سيطلب منك ايميل الاميل لازم يكون بزنس ايميل ما ينفعش يكون بيرسنال ايميل زي الجيميل او الهوتميل مش هيقبلوا لازم بزنس ايميل هدوس على Power BI Sign In ده اول حاجة جات لي لما عملت سيرش على Power BI Services واول حاجة هيدطلب مني ادخل الاميل ده الاميل بتاعي وبعد كده هقول له ناكست هيدطلب مني الباسورد هدوس على Sign In وبعد كده ممكن يطلب منك باستخدام الموبايل بتاعك او حاجة زي كده مفيش مشكلة هتمشي على الخطوات لحد ما تعمل Sign In دلوقتي احنا على الصفحة بتاعت Power BI Services ودي الهوم بيج وطبعا في الهوم بيج هتلاقي الحاجات recommended دي طبعا حاجة لنا اراد فتحتها قبل كده او اشتغلت بيها قبل كده ولو نزل تحت شوية كمان هتلاقي الحاجات الريسنت اللي انا فتحتها اللي موجودة على الورك سبيس بتاعي طيب علشان اقدر اعمل ريبورت جديد هروح اختار My Workspace وهلاقي هنا حاجة اسمها New هابدأ ادوس على New هلاقي اكتر من اختيار انا هختار New Dataset اول ما هادوس على New Dataset هيديني تحت اختيارات ياما ان انا اجيب ديتا من Excel ياما اجيبها من CSV ياما اعمل Manual Enter لدخل الديتا باداية فحابتاعتنا عايزين ديتا من الExcel فهادوس على الExcel هيفتحي البراوزر ويطلب مني الديتا بتاعتي موجودة فين ده الفايل بتاعنا 2020 Data هقول له Open هيبدأ يقول لي Uploading وطبعا دي هتاخد وقت فهنستنى لحد ما يخلص ال Upload كده Data Set اعمل لها Upload ودلوقتي يواقف على البيتج بتاعت ال Data Set لو روح تحت على الشمال هتلاقي اهو 2020 Data دي لنا لسه عمل لها Upload دلوقتي حالا لو بسيط على بيانات الموجودة قدامك هتلاقي اسم الفايل موجود هنا Details for 2020 Data Location for My Workspace وRefreshed الوقت اللي حصل فيه Upload اللي هو 1527 23 كمان هتلاقي 2 options ياما ان انا اعمل Visualize ياما اعمل Share للData وعلى يمين خالص هتلاقي ال Table بتاعك اهو ادي ال Table و ادي ال Fields المختلفة اللي موجودة فيه عندك Date والCategory والProduct والSegment والRegion والQuantity والNet Sales كمان هو زود دير وMonth ما كانوش موجودين هو زودهم بشكل تلقائي علشان ممكن يستخدمهم واحدة بنعمل Report لو حبيت اعمل Report على الData دي هروح على Visualize This Data وهلاحي اسمها Create Report وجنبها سام لو دست على السام هتلاقي ال Options المختلفة ممكن Auto Generate وده اللي احنا عايزين نتجربه او Start From Scratch يعني يدي لك تبدأ تبني Report بنفسك او حاجة اسمها Pre-generated Report وده مش موضوعنا النهاردة فهاختار Auto Generate دلوقتي بدأ يعمل ال Report بتاعك ومديك حاجة اسمها Pre-Select Data لو دست عليها ممكن اقوله الحاجة اللي انا عايزها فانا دلوقتي مش عايز Date عايز مكانه Month وعايز Quantity وعايز كمان Region خد بالك وانا بختار هو عمال يرجع يعيد بيعيد ترتيب ال Data بناء على الطلبات اللي انا طلبتها او Fields اللي انا استخدمتها كمان ممكن اختار ال Category فادي بيعيد تاني ال Data علشان يجدلي عشان يزود ال Category على المعلومات اللي انا طلبتها وزي ما حراك شايف بقى عندي Analysis كامل متكامل عن ال Data بتاعتي واهتم بال Fields اللي انا اخترتها يعني اهتم بال Category وزي ما تشوف كالحراك هنا فيه Visual بال Category اهتم بال Month هتلاقي اول Visual موجود بالشهور اهتم بال Net Sales هتلاقي اول 3 Reports او اول 3 Visuals موجودين فوق كلهم على ال Net Sales وكمان اهتم بال Quantity هتلاقي الجزء اللي تحت كله بال Quantity اهتم بال Region عشان كده هتلاقي جزء هنا بال Region الاتنين تحت بعض واحد بيبص على Net Sales والتاني بيبص على Quantity Buy Region طب ال Report ده Interactive اه Interactive تعال نختار مثلا Bikes هتلاقي كل حاجة حصل لها Highlight بال Bikes تعال نختار Cairo هتلاقي ال Report بتاعك كله تعمله Highlight ل Cairo بس هتلاقي كمان ال Two Cards الموجودين فوق Interactive مع Selection بتاعك هتلاقي فوق على الشمال عنوان هو سماه Quick Summary وداله كمان Subtitle سماه Data طب هل ده الشكل النهائي ما قدرش اغير فيه لا ممكن نغير فيه وتعال نشوف مع بعض ممكن نغير فيه ازاي لو لاحظت كده النص الفقاني بتاع Report ده التلاتة Visuals بتكلمه على Sum of Net Sales مرة بالشهر مرة بال Region ومرة بالCategory واستخدم في التلاتة نفس اللي هو Part Chart فتعال نبدأ نحاول نعدي الفتاتة اللي فوق واللي هنعمله فوق نرجع نده وتحت على Quantity لان النص التاني في نفس الفيجولز لكن بال Quantity واحد للMonth واحد للRegion واحد للCategory لو انا عملت هوفر فوق اي تشارت وليكن اللي فوق على الشمال ده حلاقي ان فيه ايكون ظهر لو قفت عليه حيكون مكتوب عليه Personalize This Visual لو دست عليه حيديني كل الOptions اللي هو باستخدامها عمل الفيجول ده فاول حاجة الType بتاع الفيجول لو اخترت كده ممكن اغير الType بتاع الفيجول فانا في الحالة دي اعتقد لو حاجة بالشهور يبقى الاحسن اعملها ترند فممكن اختار line chart تعالى كده نبص عليه هتلاقي ان هو بادئ بجانيوري ماي ديسمبر الشهور مش مترتبة الترتيب اللي معمول معمول من الكبير للصغير وطبعا ده مش كويس لما تكونوا ببص على حاجة على شهور مختلفة يبقى احسن ان ارتب باستخدام الشهور يبقى ممكن من ثلاث نقط دول حاجة اسمها More Options اقول لو سمحت Sort Access By Month ترتيبهم ترتيب تنازلي فممكن تاني اقول له Sort Access و اقول له لو سمحت انا عايز Sort Ascending فكده بقى عندي الفيجول ده بيوريني الترند الشهري كل شهر عملت نيت سيلز بكام في خلال السنة كلها اعتقد ده كويس تعاني على الفيجول اللي بعده نفس الكلام هختاره وهروح على Personalize This Visual وهختاره المرة دي هغير التشارت ده وحيخليه حاجة زي الدونال تشارت فهيديني كام في المية او كل الريجن عملت كام برسنت من التوتال سيلز اللي موجودة قدامنا التشارت الاخير sum of net sales by category مش هغير فيه حاجة اعتقد كويس قوي البورد شارت في الحالة دي نفس اللي عملناه هنا هرجع اعمله تحت هو هو بالزبط يعني هغير هنا خليه line chart وده كمان هغيره اخليه دونال تشارت لكن هعمل كده بسرعة عشان ما نضيعش وقتك اعتقد كده قدرت اعدل الريبورد بحيث ان هو يكون شكله افضل شوية او احط التوتش بتاعي او احط الحاجة مقتنع ان هي ممكن تكون افضل ولكن طبعا الريبورد تبانى بالكامل باستخدام الارتوفيشل انتليجنس او الزكاء الاصطناعي طب هل كده خلاص انا منقدرش اعدل تاني وده اخر حاجة عندي لأ لسه ممكن اعدل ولكن في المرحلة دي محتاج اول حاجة اعمل save حتى هنا حاجة اسمها save حدوس على طول على save هيطلب مني اسم الريبورد وتعالى نسميه مثلا حاجة زي summary وكمان عايز اسايفه فين دي الورك سبيس المختلفة بتاعتي لكن انا هخلي زي ما هو وحقول له save كده بيعمل saving وكده هيديني ميسج يقول لي خلاص this report saved وكده الريبورد بعمل له save وممكن من اللحظة دي اقدر اشاركه مع اي حد انا عايزه موجود جوه الورجانيشن بتاعتي او حتى ببرا الورجانيشن بس بشرط ان انا اعمله guest بحيث انا ممكن اديله credentials او اديله مزايا انه يقدر يشوف الريبورد ده هعمل كده منين عن طريق حاجة اسمها share لو دست على share هقدر ادخل الايميل اللي انا عايزه وبعد كده اقول له send او ممكن ااخد كمان copy من اللينك وابعتها لاي حد جوه الورجانيشن وفي الحال دي يقدر نوى كمان يأكسس الريبورد وطبعا هأكسس الريبورد من اي براوزر او حتى من الpower bi mobile app ودي هتكلم عنها في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله كمان ممكن اعمل share باستخدام ايميل او باستخدام teams او حتى على الpowerpoint ودي كمان هنشوفها ان شاء الله في فيديو من الفيديوهات اللي جاية دلوقتي الريبورد معمول له save ولو قفت على الشمال اهو ادي الريبورد بتاعك موجود في التاسك بار اللي هنا دي زي ما انت شايفك مكتوب سامري ممكن اقفله عادي جدا ممكن اقفله خالص لو رحت على my workspace دي الديتا سات اللي هي عشرين اربعة وعشرين ولو عملت scroll down تحت هتلاقي ادي الريبورد اللي كان اسمه سامري خد بالك الwork space ده عامل زي الفولدر اللي انت مسايف فيه الحاجة بتاعتك وخد بالك فيه مجموعة من الايكون كل حاجة بتعبر حاجة مختلفة يعني ده مثلا الايكون بتاع التاسات اللي تحتي ده ايكون بتاع ده ايكون بتاع الريبورد وممكن انت تعمل فلتر يعني ممكن من الفلتر هنا اقوله لا والله انا عايز بس اشوف الريبوردس فلو عملت كده ادي كل الريبوردس و ادي الريبورد بتاعنا اللي اسمه سامري فممكن ارجع افتحه تقيم الريبورد لوقتي ضريف وكوي لكن انا محتاج اعدل فيه شوية حاجات يعني مثلا التايتل اللي اسمه ده مش عاجبني في التشارت ده مثلا هتلاقي الديتا لابلس موجودة ولكن برضو هتلاقي الاكسز موجود فيه الارقام وده يعتبر وعمل زحمة ملهاش لازمة هنا مثلا اللجند عاملة زحمة جامدة قوي في حين انا مثلا ممكن اخلي اسم الريجن موجود على الديتا لابل نفسه فبالتالي اوفر شوية وهكذا محتاج اعمل شوية تعديل للريبورد هل قدر اعمل كده ولا اه ممكن تعمل كده وانت برضو من على Power BI Services وانت نفس الريبورد وانت واقف على نفس الريبورد هتروح على حاجة اسمها Edit واخد بالك انه هيديك تحذير لو عملت موضوع هذا الريبورد هتخسر القصة بتاعتين انت لسه متصل بالذكاء الاصطناعي وانهو بيعدل لك الريبورد بشكل ديناميكي يعني الان ممكن اعدل اعمل Cancel هل ممكن اعدل اه ممكن تعدل لو اخترت مثلا product هتلاقي بيغير لك في الريبورد تاني وبيزود لك حاجات طبعا انا مكنتش عايز اعمل كده لكن انا بس كنت عايز ابرها لك انت لسه مازلت متصل واي تغيير هتعمله هنا اي حاجة هتختارها او اي حاجة هتعمل لها drop هتلاقي الريبورد لسه بيتغير معاك بشكل كويس جدا طيب في الحالة بتاعتي انا عايز ارجع الوضع القديم فما فيش مشكلة ممكن اقفل الريبورد من هنا وهيقول لي عايز تعمل Save the changes وبالتالي لو رجعت فتحته تاني تعال نختار برضو الريبورد ولو رجعت فتحته تاني هتشوف اخر شكل انت عملت عليه وفي الحالة دي هارجع اقولك تاني ممكن اعمل Edit وما فيش مشكلة بقى المرة دي حوالي سمحت Switch to Edit Mode ولو عملت السويتش ده هتخسر الامكانية بتاعت انه بيغير بشكل ديناميكي فانا ما عنديش مشكلة انا مكتفي قوي بالشكل ده لكن محتاج اعدل فيه شوية فهدوس على Continue وزي ما انت شايف بقى اداني الشكل الطبيعي اللي انا كنت بشوفه قبل كده ادي الديتا بتاعتي و ادي ال Visualization و ادي جزء بتاع الفلتر شبه قوي اللي كنت بشوفه على Power BI Desktop وممكن دلوقتي اغير في الريبورد زي ما انا عايز فتعالا مثلا نبدأ نغير فيه اول واحد فوق على الشمال ممكن اختاره وهروح بعد كده على Visualization هاختار ال Format Paint او Format Your Visual وهي عايز اعدل في التايتل فهروح على General وهي على التايتل افتحه وقول لو سمحت بدل ما انت عامل أنا عايزك بس تخليها لي وانس اني عملت كده ادي التايتل اتغير ممكن برضو اعدل ان انا اشيل التايتل اللي موجود هنا والتايتل الصغير اللي هنا واشيل كمان الارقام اللي موجودة هنا فهروح على Visual هروح الاول على X Axes وحاول لو سمحت تشلي التايتل وممكن اقفلها ووروح على Y Axes اقول له برضو شلي التايتل وشلي الارقام اللي على اكسس نفسها اعتقد كده الدنيا بقى شكلها كويس نعمل نفس الكلام في دونات شارت هروح اقول له لو سمحت انا عايزك تغير لي اول حاجة الهدر فمن جنرال هختار التايتل ومن التايتل هشيل سام اوف مفيش مشكلة خالص وبعد كده هختار الفيجول نفسه هقول له لو سمحت شيل اللجند ومن Data Labels اعايزك تختار لي كل المعلومات اعتقد كده الدنيا تمام نروح على التايتل ونفس الحكاية عايز اعدل في التايتل هروح على التايتل وقل له لو سمحت شيل سام اوف بعد كده هختار الفيجول من الواي اكسس هقول لو سمحت شلي التايتل ويهروح على ال اكس اكسس بعد كده وقل له شلي التايتل وشلي ال اكسس كله اعتقد كده الدنيا بقت اوضح ودمها اخاف كتير نفس اللي عملنا هنا هنعمله في النص اللي تحت ولكن برضو هنعمله بسرعة عشان ما نضيعش وقتكو كده خلصنا كل الفرماتيج اللي عايزين نعمله واعتقد دلوقتي ممكن نصغر بقى كل البينز دي ولو عايز تتفرج على الريبورت محتاج تروح على حاجة اسمها الريدنج فيو اكتشولي انا مش لقيها موجودة هنا مش عارف ليه طبيعيا انت بتطغل ما بين الادت فيو وما بين الريدنج فيو لكن انا مش لقيها موجودة هنا ادي السامري هفتحه للمرة التانية هو دلوقتي يفتحولي في الريدنج فيو لو عايز اعمل ايت مرة كمان مفيش مشكلة هعمل ادت وبعد كده احنا هيسمها ريدنج فيو هيرجعني على الشكل بتاع الريدنج مش الشكل بتاع الادتينج طيب لو انا عايز شوفه فول سكرين مفيش مشكلة خالص ممكن اقف هنا ولو سمحت ورهوني فول سكرين كده انا بعمل بريزنتيشن مفيش مشكلة خالص ممكن ابدأ اختار وحتلاقي بيحصل هايلايت زي محرك شايف كده للحاجات المختلفة وزي ما انت شايف هو انتر اكتف معايا بشكل ممتاز في الجزء الاخير بالفيديو هنشوف كمان هل نقدر نغير موضوع الانتر اكتشن مبين الفيجولز ولا بمعنى ايه؟ لان ما باختار هنا زي ما انت شايف بيحصل هايلايت ممكن اتكلمنا عنها المرة قبل كده وقلنا ان احنا ممكن نغير هايلايت دا ونخليه فلتر مكان الهايلايت هل نشوف برضو هل نقدر نعمل كده واحنا على البعض بير سيروسيز ولا فحامل اسكيب عشان اخرج من الفول سكرين مود وهارجع تاني اقول لو سمحت اعمل لي ادت وانا في ادت مود هطلع فوق على يمين هلاقي الساهم ده لو دوست هلقيها اسمها ادت انتراكشنز ممكن اعمل لها اون وبنفس نرى بان ارسل اخط players إنصار الودودشارت سنقل اектор و اعجب ان اخطر فلتر و الودودarel وا تمام م استعمل هنا حاول لو سمحت اعملي فلتر هنا واعمل لي برضو فلتر هنا ونفس الكلام وانا مختار الدونت شارت هقول له عايز دي تبقى فلتر وعايز دي كمان تبقى فلتر وتاع نقفل الزهار بتاعة انتر اكشن وكمان نرجع على حاجة اسمها الريدنج فيو وحاول لو سمحت اعملي سيف دلتشينجز كان مفروض اعمل سيف من الاول وتاعنا بقى كمان نجرب الانتر اكشنز لو اخترت هنا سيعمل فلتر لدول تعال نعمل انشك تعال نختار هنا سيعمل فلتر لكل الكلام ده نختار هنا في الدونت اللي تحت سيعمل فلتر للاتنين دول وطبعا كده كده بيعمل فلتر للاين شارت لانه مفيش امكانية الهلايت موجودة في اللاين شارت وطبعا برضو الكاردز اللي فوق بيحصل لهم فلتر فكده كل الانتر اكشنز اللي انا عايزها بقت شغالة بشكل هايل جدا وزي ما اتفقنا ممكن اعمل الفول سكرين ممكن اعمل شار وتكلمنا عنها وفي المرات الجاية هنشوف ازاي ممكن نستخدم الموبايل ااب المتعلقة بالباور بي اي وممكن كمان نشوف ازاي ممكن نحط نفس الريبورت ده نعمله امبيدنج جوه الباور بوينت اعتقد شي ممتاز جدا ان الباور بي اي يعمل لك التخير بتاعك من الالف الياء زي ما شفنا وانت بس في الاخر تعدل تعمل شوات فورماتينج او تغير شوات حاجات علشان تتأكد ان ده اللي انت محتاجه بالزبط لسه مكملين مع الباور بي اي الفيديوات الجاية هنتفرج على حاجات مختلفة هنشوف الموبايل ااب بتاعت الباور بي اي وكمان ممكن نشوف مع بعض ازاي ممكن اشار الديتا دي على الباور بوينت او على حاجات تانية كتير استنونا في الفيديوات الجاية وخلونا نكمل مع بعض موضوع الباور بي اي شكرا جدا لوقتوكو ولو اعجبك الفيديو لو سمحت اعمل لايك واشترك في القناة وسيب لي تعليق وشوك الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته